في عام 2023 هناك جدول تم من خلاله حساب ما استلمته الحكومة الكردية من أربيل مقابل ما يجب أن تدفعه الحكومة المركزية الفارق قد لا يصدقه أحد الحكومة الكردية لم تستلم ما مجموعه 900 مليون دولار ما يقارب الميار دولار في عام 2023 مستحقات من عام 2004-2005 إلى عام 2023 فقط في عام 2023 فقط قصور الحكومة المركزية تجاه كردستان 900 مليون دولار عفواً عفواً 9 مليارات دولار عفواً 9 مليارات دولار يعني كارثة ما استلمته الحكومة الكردية هو جزء بسيط مما يستحقه الشعب الكردي في عام 2023 وقد يتصور البعض وأقولها أمامك وأمام الشعب العراقي أن الحكومة العراقية في بغداد تريد توفير المال أو تدعي أن كردستان تأخذ من حقها أو كما يقول البعض أنها تأخذ من نفط البصرة هذا غير صحيح لأنه الحكومة العراقية في بغداد بقطعها النفط الكردستاني من التصدير تخسر الشعب العراقي يخسر كل شهر مليار دولار بالضبط ومنذ آذار 2023 إلى يومنا هذا خسرت الحكومة المركزية والشعب العراقي 11 مليار دولار من تصدير النفط الكردستاني وأود أن أؤكد أن الدستور العراقي وبشكل واضح كامل يؤكد على أنه الأقليم المنتظم بفيدرالية من حقه أن يستمر في تصدير النفط والاحتفاظ بوردات النفط إضافة إلى حصته من الميزانية في الحكومة الفيدرالية ولذلك نقول نحن مثلا إلى أهل الرمادي إذا انتظمتم في إقليم فأنكم ستستطيعون بموجب الدستور بالاحتفاظ بورادات غاز عكاز وكذلك إلى أهل الناصرية إذا انتظمتم بإقليم فأنكم ستحتفظون كل النفط الذي يتم استخراجه بعد 2005 أي بعد كتابة الدستور إليكم وكذلك أهل العمارة كذلك أهل البصرة هذا الموضوع لا يقتصر فقط على كل عذران عذران ما هو ليش نحجحنا بالدستور ببلد هو لا يحترم الدستور